طب بتشوف رأيي البعض اللي بيقول ان المباراة سهلة وبطل النيجر والحرس الوطني يعني شاف الكلام ده ازاي ولعبت النادي لها لتتعامل مع الكلام ده ازاي طبعا اكيد اللعيبة مهتمية بالمباراة لكن يعني مردود الكلام ده مفيش حاجة سهلة مفيش حاجة سهلة بغض النظر حتى لو الاسم جديد عليك او مش جديد عليك او الاسم بالنسبة لك مش موجود على الساحة لا مفيش مباراة سهلة انت ايش ضمنك ان انت تروح الحالة بتاعتك تبقى كويسة وممكن يبقى هما الحالة بتاعتهم كويسة افضل منك ايش ضمنك ان الكرة من الكرة اللي احنا بنشوفها دايما بتيجي في المواقف الطريفة ان ممكن تلاقي كرة غريبة بتدخل فيك من اي حتة من هوى من حكم من اي حاجة لو جاي من فتر التوقف كمان دوري مش شغال انت رجلك لسه ده اول حاجة اه ده اول حاجة يعني فطبعا بص ورد كل شيء انت انت بعد صد ده ان اللعيبة تبقى جاهزة لعيبة محترمة لخصم جدا لعيبة نازلة بشخصية قوية جدا ان انا مباراة بالنسبة لي انا هخلصها في اول ربقى ساعة عشان ابقى مستريح تولي تسعين دقيقة فلازم اللعيبة مذاكرة كويس ايوي اه تدريبة قوية جدا جدا لللي جاي صح فمش هستنى كمان بص ان انا استنى عمدي المباراة التانية بعد كده فمالعام احنا قولنا بقى ان البطل بيدور على المباراة اللي بره دي دي بنأكد عليها يعني فعلا بنأكد عليها فشخصية الالي من وانت هنا ومسافر خلاص اه لو انت بتركب الطائرة انت عندك مهمة المهمة دي لازم لو تروح هناك تكسب ماكسب كويس عشان ترجع الناس الناس اصلا بتتمنى تصور معك يعني الناس والله في افريقيا بتتمنى تشوف الاهلي عشان تصور معي عشان شوف اللعيبة عشان تشوف الامكانيات اللي هي الكبيرة قوي لان الاهلي في افريقيا ده حاجة اسم كبير طبعا اشتركوا في القناة